استعدادات المنتخب الخاصة بمباراة بوركنافاسو يوم غدا ضمن التحذيرات الخاصة بالاستحقاقات القادمة وعلى رأسها تصفيات المونديال وبدى رونار الندوة بانتقاده للمسؤولين عن التواصل في جامعة الكرة بسبب نشر لائحة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لودية الخيول البركنابية والمنتخب التونسي قبل الموعد الذي حدده للقيام بذلك وفيما يخص مباراة الغد قال رونار بأنها مباراة هامست العبو ضد منتخب قدم آداء رائعا في كان القابون ووصل للدور نصفا نهائي وضف رونار بأن الأولوية الآن للاعب مباراة ودية ضد منتخبات أفريقية لأن الأسود سيواجهون في تصفيات المونديال وفي التصفيات المؤهلة لكان الكاميرون منتخبات من القارة السمراء لذا عليهم الاستئناس مع قدرات المنتخبات الأفريقية وحول غياب بعض الأسماء اللامعة كحكيم زياش قال المدرب الفرنسي بأنه هو المسؤول الأول والأخير عن الاختيارات البشرية وبأن البعض كان يقول قبل كأس أمم أفريقيا بأن المنتخب لن يتجاوز الدور الأول بدون بعض الأسماء إلا أنه فعل ذلك وعرفت الند ومشاركة عدد من اللاعبين كفيصل فجر ورومانسايس وجواد اليميق والذين أشادوا بالأجواء التي تحيط بمعسكر الأسود قبل موقعة الخيول البركنابية يوم غد وقمة نصور قرطاج الثلاثاء المقبل الأولوية بالنسبة لنا هي لعب مبارتين ضد منتخبين أفريقيين لأننا سنلعب مباريات تصفيات كأس العالم ضد منتخبات أفريقية وحين تواجه منتخبا وصل لنصف نهائي كأس أفريقيا فهذا امتحان جيد وعلينا استغلاله بشكل جيد أضع ثقتي بأي لاعب ولكن بعد ذلك أطلع على بعض الأشياء التي تتحدث بأننا بدونه لن نعبر إلى ربع نهائي كأس أفريقيا أعتقد أنكم رأيتم النتيجة الآن أي لاعب يتمتع بجودة في الآداء سينضم للمنتخب هناك بعض الخيارات وأنا من يقوم بها الأشياء التي تتحدث بأي لاعب محلي لاعبي ونحن نتوقع بجودة في الآداء سيندوني ون تتحدث بأننا كنتي يزيد جميل بك فصار حسن فانا بالنسبة ليك الناخب الوطني فوقيقين للفرصة لجميع اللاعبين نبقى في المغرب حيث تغلب المنتخب الوطني للاعبين المحليين على مدى